بلال شامة احنا كده تم القبض عليك في ستوديو التاسعة ايوه مزبوط مزبوط هتعمل ايه هتعمل ايه في جعفر العمد لا ده هو اللي هيعمل فيا ايه اللي حصل ايه اللي حصل يعني نقدر نقول انت هتبقى حي ولا ايه اللي حصل ما هي البداية كانت النهاردة بقى المقابلة كانت النهاردة ويعني طلع الغل والكبت والتسعتاشر سنة جزء منهم طلع النهاردة وعربية خبطتني ومفروض ان انا موت بس اكتشفنا ان لسه بلال شامة موجود ان شاء الله انا هاخد دور الناس اللي عايزة تنتقم منك الله 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 واطلع كل اللي عندي بقى مجدي بادري انت بتعمل دور عامل تشويق كبير جدا في المسلسل والناس كلها بتنتظرك لما جالك الدور وقالك مخرج محمد سامي انت بلال شامة انت الجوكر المحرك للاحداث كان كنت شايف الدور ازاي الحقيقة انا ما شفتوش انا الدور اتشربلي يعني الاستاذ محمد سامي قعد معايا وقال لي كل تفاصيل الشخصية قال لي بلال شامة مميزاته وهي قولي للا جدا جدا في الدور دا يعني في المسلسل عيوبه كتير جدا حببني في عيوبه ازاي حببك قالك ايه اول حاجة قال لي الراجل ده هدفه في الحياة حاجة واحدة بس هو معندوش عواطف هو عايز فلوس التارجد بتاعه في حياته هو عايش عشان الفلوس ومن هنا بقى بدأنا نتحرك على تفاصيل الشخصية من طبعا الستايل بتاع الأستاذ سعيد رامزي لكل الحاجات الحقيقة هو في ميزة في المسلسل ده ان الورق كله كان كامل 30 حلقة كاملين يعني الأستاذ محمد سامي كتبهم هو الأستاذ مهد طارق والشخصيات كلها كانت واضحة لنا كلنا يعني دخلتوا لستوديو وكلكم معاك الدور بتاعك زي ما بنقول من الجلدة للجلدة بالزبط تمام بالزبط وعارفة كل الشخصيات هيحصل فيها ايه وكذا 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 بالإضافة ان في حاجة مرضو حصلت ما بتحصلش بقى لها سنين كتير في الشغلانة بتاعتنا ان يحصل بروفات فحصل نوع برضو من الفكاكان مع بقية الكاست الزمنة يعني لما تعادي مع الأستاذ هالا صدقي في بروفا وإيمان العاصي وكل الكاست قاعدين بيحصل نوع من الألفة ووجود برضو الشركة ميديا هاب والأستاذ محمد ساعد ييجي ويحضر جزء من بروفا يعني في احتفالية قبل ما تبدأي التصوير أساسا فكل ده بشحنك طبعا